انتهى حفل التأبين لكن تداعياته لا تزال مستمرة وأضحط الأنظار تتجه إلى رجل الذي وقف لساعات طويلة إلى جانب رؤساء العالم الذين توافدوا إلى المنصة يترجم أقوالهم ترجمة بلغة الإشارة للصم تبين إثر انتهاء المراسم أنها كانت عبثية محفوفة بالأخطاء بل وأكثر من ذلك اتهم الرجل بابتكار لغة خاصة به وعندما سئل عن السبب أجاب ما حصل في هذا اليوم كان بمثابة كيف يمكنني أن أصفه لقد رأيت ملائكة ترفرف فوق الملعب وعندما رأيت الملائكة أدركت سريعا أنني في ورطة لم أعرف كيف ينبغي أن أتصرف هل كان يجب علي أن أنفعل أم لا؟ كان الموقف صعبا للغاية تناقلت وسائل التواصل الاجتماعي انتقادات له بتكرار الإشارات وعدم تبديل تعابير وجهه كما تقتضي لغة الإشارة لقد ارتكب الكثير من الأخطاء في الواقع لم يتمتع بالدقة إطلاقا إذا ما قرنت الخطابات وترجمتها عمله لم يكن دقيقا لم يكن حتى قادرا على استخدام الإشارة التي تفيد باسم منذل نفسه السلطات الرسمية التي نظمت حفل التأبين نفت معرفتها السابقة بالمترجم وقالت إنها تحقق فيما جرى وأما ثمسانكا جانجي فيصف نفسه بالمترجم المخضرم الذي عمل في إطار مناسبات رسمية كبيرة سابقا ويعتذر عما صدر عنه بمناسبة تأبين مندلة للكثيرين من الصم الذين كانوا توقين لقراءة تحية زعماء العالم الأخيرة للزعيم الجنوب أفريقي الراحل إلا أن التاريخ سيذكر خيبة أملهم نيدال أبو مراد بي بي سي ترجمة نانسي قنقر